موضوعين مهمين جداً مش عارف أسيبهم بعد الفاصل ولا دلوقتي موضوعين مهمين جداً جداً الموضوع الأول حاجة تخص اتحاد الطائرة حوري لحضراتكم بيان لا خلينا قبل الفاصل قبل ما أطلع فاصل عندي مشكلة أنا كراجل أهلاوي عندي مشكلة كبيرة جداً أو مشاكل كتيرة جداً يعني مع اتحاد الطائرة ولكن خلينا أكلم حضرتك على حاجة النهاردة في بيان نزل من الاتحاد المصري لكرة الطائرة وهو حضرتك معنا على الهوم عليش أن أحبص كده عشان أعرف أشوفه وحقرى البيان أنا آسف أن أنا هو بيان طويل شوية بس أنا حقرى لأنه ليه سبب أن أنا أقرى بيان هامل اتحاد المصري لكرة القدم أثيرت في الأولين الأخيرة بعد الموضوعات ذات الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي التي على زج فيها باسم الاتحاد المصري لكرة القدم قال يعني بقى هو الموضوع ده بس اللي تم فيه الزج باسم الاتحاد المصري لكرة القدم طائرة أنا آسف عن عدم دراية كاملة سلام بإبعاد الموضوعات والقضايا ودور الاتحاد فيها وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نقى بنفسه منذ انتخابه عن الدخول في جدال على مواقع التواصل الاجتماعي أقول حضرتك عامل البيان ليه؟ حضرتك عامله عشان مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولا عشان عامله إيه؟ انت اللي منزله على مواقع التواصل الاجتماعي مش إحنا طيب ويتفرق للعمل من أجل النهوض بالكرة الطائرة المصرية وإعادتها إلى مواقع الريادة وهو ما يتحقق رويضا رويضا يا رب أتمنى لكن ده أنا ممكن أعمله حلقتين ثلاثة واربعض أوري إن حضرتك الكلمة أو السطر ده كله غلط في غلط لكن أوكي أنا أتمنى كمصري أتمنى وقعت سرقة عقود لاعب النادي الأهلي محمد عادل وحمد سعيد فإن الاتحاد منذ اللحظة الأولى أدار الموضوع بكل حيادية وشفافية ما معنى الوقعة دي بس اللي بتديرها بكل شفافية واحترافية؟ هناك وقائع أخرى والنادي الأهلي بالمناسبة عمل فيها أو بعث لحضرتك فيها شكوى رسمية النادي الأهلي بعد حقول لحضرتك فين ولكن اشمعنا ده بس اللي هتتكلم فيه في شفافية واحترافية؟ مش وقام على الفور باختار المباحث الجنائية بالمحضر رقم كذا إدارة مدينة ناصر كذا والمحضر رقم كذا جونح مدينة ناصر المحرد إدارة بأحد الأندقاء والموضوع برمته الآن أمام تصرف النيابة العامة المؤقرة ولا مجال الحديث كل الاحترام للنيابة العامة أنا ما بتكلمش خالص طبعا الموضوع عشان كده أنا مش بتكلم في الموضوع ده تحديدا وعليه فإن الاتحاد المسل لكرة القدم يهيب بالسادة الإعلاميين والسادة أسرة الكرة الطائرة مراجعة الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالاتحاد حفاظا على مصدقية الخبر وإرساءا لمبدأ حق الرد طب يا أستاذ ياسر أستاذ ياسر أنا حتكلم رئيس الاتحاد وبكلم نائب رئيس الاتحاد اللي هي طرف في الشكوى اللي قدمها النادي الأهلي وبكلم الأستاذ عمر مخلوف اللي هو أمين السندوق في الاتحاد المصري للكرة الطائرة وبكلم كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الطائرة حضرتك كاتب هنا إيه وعليه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يهيب السادة الإعلامين والسادة أسرة الكرة الطائرة مراجعة الاتحاد صح؟ طب يا فندم أنا برجح حضرتك في الشكوى الخاصة التي قدمها النادي الأهلي عقب وجود الكابتن هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع الكابتن هاني حتحوت في قناة صدى البلد وطلع عقود رسمية هي اللي قالت مش انا 18 عقد طلعه هل بيتم التحقيق ارجع مين يا فندم وانا اكلمه واراجعه هل تم البث في هذا الامر يا فندم ولا ما تمش ماذا حدث في قضية ماري مصطفى ايه اللي حصل فيها ارجع مين يا فندم في الاتحاد علشان يقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه او يقول لي اقول ايه وما اقولش ايه نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة اللي هو بيهيب الاعلاميين مراجعة الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالاتحاد حفاظا على مصدقية الخبر وارساء لمبدأ حق الرد نائب رئيس الاتحاد يا فندم يا حشام يا سمحت يا حاتم كلموا اي حد في الاتحاد دلوقتي قولوا لنا قولوا لنا عملوا ايه في الشكوى بتاعة النادي الاهلي اللي بيتهم فيها النادي الاهلي بناء على تسجيلات صوتية على الهواء مباشرة مع الاستاذ محمد شبانة صوت وصورة قالت فيه نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة فعلا قالت فيه ان النادي الاهلي نادي مزور والنادي الاهلي نادي بلطاجي او بيكسب بالبلطاجة كل ده انا بوري حضراتكو بس ان الامور بتدار ازاي في الاتحاد المصري لكرة الطائرة على فكرة المشكلة عندي وانا بقرأ البيان اللي قدام حضراتكو ده السطرين الاخرانين اللي فيه سطرين عظام جدا اقدر اتكلم فيهم كويس قوي وانا بحب كده ودايما بقول هذا الكلام انا عرضت كم مرة على كل حد من اي ناس من اللي موجودة دول او اللي جي اسميهم خلال الفترة السابقة الرغم من انهم بيشتموني برا لكن ما عنديش مشكلة ممكن يطلعوا ويقولوا ولهم حق الرد ولكن رد عليها الاول يا فندم قول لي عملت ايه في الشكوى الخاصة بالنادي الاهلي النادي الاهلي ما بيشتمش النادي الاهلي ما بيبلطقش النادي الاهلي ما بيزورش النادي الاهلي اذا كان هناك اخطاء معينة بيصلحها وبيعلن امام الجميع ايه اللي بيحصل بالمناسبة يعني فيا فندم وحضرتك بتقول ايه وتعمل ايه بشمعنا بسرعة جريت في هذا الامر وعملت بيان بتقول له احنا ما بنبصش على السوشال ميديا ورامت البيان على السوشال ميديا وفي بعض المواقع ودلوقتي حضرتك بتقول نهيب بنهيب السادة الاعلاميين والسادة اسرة الكرة الطائرة مراجعة الاتحاد طب لو سمحت يا عمر حد يكلم دلوقتي حد في الاتحاد يقول له عملنا ايه لو بجد انا بتكلم بجد على فكرة يا عمر يا شباب بعد اذنكو كلموا حد من المسؤولين معرفش مين في اتحاد الطائرة واسألوه وقلوا لي النتيجة على الهوى وانا موجود قلوا لي حضرتك بناء على البيان اللي حضرتك عامله في موضوع واقعة سرقة عقود لعبة النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي يعني حضرتك بتقول نكلمك طب احنا بنكلمك لو سمحت حد يرد علينا ويقول لنا ماذا حدث بالشكوى المقدمة من النادي الاهلي ضد نائب رئيس الاتحاد المصري او الاستاذ كابتن هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في وصفها للنادي الاهلي بالتزوير والبلطاج هتمنى ان يحدث ده ومش حمشي النهاردة مش هخلص غير لما حد يقول لي كلمتوا الاتحاد او كلمتوا اي مسؤول من الاتحاد ورد عليكم وقال لكم ايه اشتركوا في القناة